سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأذكار الواردة بعد الصلوات لوجدنا عدد كبير من الأحاديث الشريفة كان من السنة إن الإنسان بعد ما يسلم من صلاته يقول سبحان الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثم يسن له أن يقول أيضا اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام تباركت وتعاليت يا زل جلال والإكرام ويسن له أن يقرأ آية الكرسي ويسن له أن يذكر هذه التسبحات المذكورة هذه الأثار والأحاديث الوردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الزيادة فيها هذه من قبيل ما له ثواب محدد بناء على أذكار محددة فنا لو هاجي أختم الصلاة لازم أقول الأذكار دي وأقول غيرها من الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحيمته على كل شيء القدير هذا ورد فيها حديث عن سيدنا النبي أنه يستحب أن تقال عشر مرات بعد الصلاة يعني دبر كل صلاة يعني في ختم كل صلاة أنا عايز ألتزم بالآثار الوالدة عن سيدنا النبي في ختم الصلاة ألتزم بكل هذه الأحاديث لا يجوز لي أن أزيد في هذه الأحاديث ما ينفعش أقولها 35 بدل 33 أو أقولها 70 بدل 33 لكن عندنا باب واسع من باب الزكر مفتوح لكن مش هو اللي بعد الصلاة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول استغفروا الله فإني أستغفروا الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مر وفي رواية أكثر من 100 مرة وورد عن الصحابة الكرام أنهم قالوا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفروا الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إذن كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من الاستغفار فهذا الذكر الذي لم يقيد بزمن ولم يقيد بعبادة الطريق فيه مفتوح والباب فيه واسع من أراد أن يزيد فليزد اذكر ربنا وسبحه في غير أوقات ختم الصلاة كما تحب استغفر الله كما تحب صلي على سيدنا رسول الله كما تحب بمئات المرات وبألاف المرات لكن الأذكار الوردة دبر الصلوات ينبغي أن يتقيد فيها بما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمح لي فضة محمد